بترشيح الحلبوسي رئيساً للبرلمان هل تم الخروج من المنطقة الرمادية لتشكيل الكتلة الأكبر ومن تم اختيار رئيس الحكومة المقبلة أو رئيس الوزراء ثم الحكومة المقبلة يعني الموضوع في العراق معقد وشائك انتخاب رئيس البرلمان هو رفع عقدة من العقد في العملية السياسية في العراق والبرلمان عملية أساسية إذا ما تم اكتمال الانتخاب في مجلس النواب سيتم الانتقال إلى انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومن هنا تظهر الأهمية وهذه العملية هي عملية تعتبر إلى حد ما ناجحة ونتفائل بها لكننا ننتظر ما سيتمخض عنه الأمر بعد اللقاءات القادمة والتي تتمثل في انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يعني فوز الحلبوسي لا يعني بالضرورة أن الكتلة الأكبر هي الكتلة المنبثقة عنها الحلبوسي وهي كتلة البناء بل ربما في الساعات القادمة يكون هناك أيضا اختلاف للتفاهمات للوصول لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة نعم هناك تفاهمات مقبلة ونحن ما نزال في بداية الطريق والأهم في العملية كما ذكرت لحضرتك هو فتح الطريق إزالة العقدة الأولى يعني من إزالة العصى من دولاب العملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس البرلمان يمثل تفاؤل كبير لكي نرى ما هو أهم وأكثر في اللاحق كما ذكرت وهو انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونأمل أن تكون خطوة انتخاب السيد الحلبوسي خطوة لرأب الصدع ولتقارب أكثر بالنسبة للكتل السياسية أطرح نفسي